مهم جدا أن نعي بأن هناك إشارات تؤكد بأن معدلات التنقل للمجتمع السعودي والمرصودة التي نزلت قبل أسبوع في تقرير مهم عن حركة المجتمع التي ترصد من خلال جوجل هذا التقرير رصد نتائج مهمة جدا نلاحظ أن هناك انخفاض في الحركة الموجودة في التسوق أو الترفيه في الحركة الموجودة في التنبين والصيدلة في أماكن العمل كانت الحركة أيضا أقل في الأماكن السكنية كانت تواجد أكثر لكن هناك ملاحظة مهمة للأسف لا يزال هناك حركة موجودة ومرصودة في عملية التسوق والتحرك خارج المنازل بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة هذه نسبة مقلقة جدا وأنا هنا أبث رسالة وننصح الجميع بأن هذا الحراك وهذا التحرك خطير من من يريد أن يغامر بنفسه ويخرج ويحضر لمثل هذه التجمعات أو يغامر لأجل حركة غير ضرورية وغير ضرورية بشكل عالي ونؤكد بأن الضرورة القصوى هي فقط الأسباب التي تدعو للخروج من المنزل خاصة في أوقات التي لا تعتبر فيها منع تجول هذا الحراك خطير جدا المغامرة ليست فقط على الفرد من يقوم بالمغامرة والخروج في مثل هذه الأمور يعرض نفسه للخطر بل كلنا في مركب واحد ومن يعرض نفسه للخطر أيضا هو يعرض الجميع للخطر آمل من الجميع أن يلتزموا بالتوعية وبالرسائل الصحية المهمة لحمايتهم وحماية الجميع من حولهم